لا شيء أكثر أهمية من السلاح في حسم أي معركة ولأن المعركة ضد تنظيم داعش في العراق تحتاج من السلاح الكثير وجد مقاتلون من الحجد الشعبي ضلتهم لسد حاجتهم من السلاح في مخلفات معارك سابقة شهدها هذا البلد ففي إعادة إصلاح تركة الحرب العراقية الإيرانية ومخلفات حرب الخليج الأولى سلاح ثقيل قد يساعد في حسم حربهم الشرسة ضد داعش الحاجة أمر لاختراح الساد يعني هي هاي لو باقي بالحديد والصل ما صير أما شيلمان أما شيش أما بسامير بس الحمد لله وبجهود الناس الخيرة هنا والطيبين كلها تعاونت ويانة والحمد لله اشتغلت هسه وأنجزنا عمل اللي ما حد ناجزه في مستودع للخردة في الصحراء جنوبية العراق أكوام من العتاد العسكري المعتوب تنتظر الإصلاح لم يتلق العاملون هنا تكوينا سابقا في تجميع السلاح ولا صناعته وليس بالمكان أصلا من الإمكانات ما يعين على القيام بمهمة بهذا الحجم لكن ذلك لم يمنع هؤلاء من تسخير حرفهم لبلوغ الهدف فالحاجة أم الاختراع كما يقال ولا يقتصر عمل فريق الإصلاح على إعادة الأسلحة المعتوبة إلى الخدمة فحسب بل يتم أيضا تغيير أغراض استخدام بعضها هي أصلها ناقلة أشخاص ناقلة أشخاص الحمد لله وشكر سونا عليها إصلاح ساند ثنائية 23 وكملت وجاهزة هسة وإذا الله سهل اليوم باتر إذا الله سهل يعني تكمل وتصعد للخطوط الأمامية وإلى حين الدفع بما أعيد تصنيعه من مركبة وأسلحة إلى الخطوط الأمامية تستمر الاختبارات الديناميكية لهذه الأسلحة بلا توقف فالأمر لا يتعلق بمناورة في الميدان لاستعراض المهارة بل هي حرب ضروس ضد تنظيم متطرف العطب في آلياتها يعني الهزيمة